بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين اللهم صل على محمد وعلي محمد السلام عليكم أخواني وخواتي العزة جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الدرس سوف نتطرق إلى فوائد الخوارزميات المهجنة مثل ما قلنا لكم في السابق لماذا فصلنا المهجنة عن الحديثة لسببين السبب الأول هو لفاصل الخوارزميات المهجنة عن الخوارزميات الحديثة الأخرى والسبب الثاني هو احتمالية تهجين الخوارزميات الكلاسيكية فيما بينها نفسها أي خوارزميتين كلاسيكيتين أو أكثر فقط كلاسيكية يتم تهجينهم مع بعض مثلا رأينا هنا على سبيل المثال هنا أن الهيبردزيزيشن بالإمكان أن يكون بين كلاسيكال وكلاسيكال ألغورثم فهذا مثلا لا يعتبر مثلا أول خوارزميات كلاسيكال والثانية أيضا كلاسيكال فكلت الخوارزميتين مثلا كلاسيكا فلهذا قمنا بالفاصل للسبب الأول هذا أو الثاني هذا والسبب الأول هو لكي نفرق ما بينها وبين الخوارزميات لبيور على مثلا نموذج واحد مثلا خوارزمية الجينات خلاص بس خوارزمية الجينات فهكذا لماذا نهجن؟ ما هو السبب التهجين؟ أو الهيبردزيزيشن؟ السبب الرئيسي للتهجين هو هذا السطر هذا أي دمج الفوائد والتخلص من العيوب هدفين رئيسيين طبعا هناك أهداف أخرى ولكن هذين الهدفين الرئيسيين هذا الهدف الأول وهذا الهدف الثاني طبعا على سبيل المثال تمتاز خوارزمية التحسين البيجوغرافي بيست اوبتمايزيشن ألغورثم وهي من اختصاصي بالمناسبة بمستوى استكشاف كبير جدا أي تقوم بإيجاد حلول جديدة ولكن مشكلتها هي في مستوى الاستثمار فالإيجاد حلول جديدة والإيجاد حلول جديدة والإيجاد حلول جديدة هو نفس التهوني أي تقوم باستغلال هذه الحلول التي تم الحصول عليها والوصول لأفضل نقطة ممكنة قبل الانطلاق لنقاط جديدة فبعض الباحثين ومنظم منهم نحن قاموا بعمل دامج لكل الخوارزميتين أي نريد أن نفعل ماذا؟ أن الاكسبلوريشن لفل للخوارزمية البي بي او يتم رفعها وفي نفس الوقت يتم المحافظة على الاكسبلوريشن لفل فنحصل على وقت خوارزمية كل النقطتين يتم عمل كومبرومايز إليهما فعلى سبيل المثال هذه الورقة البحثية هذا قمت هنا بعمل تهجين ما بين البي بي او والدي للحصول على أجوبة جديدة وتم نشرها في أحد الكونفرنسز في كندا طبعا هنا ماذا نستطيع أن نقول بأن الاستغلال الجيد في التصميم سنحصل على خوارزميات مهجنة سريعة جدا 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 طبعا خوارزميات التحسين المهجنة إذا كانت مبنية على ستيجز أو مراحل كثيرة أي دمج كل المراحل مع بعضها ستستهلك وقت أكثر من الخوارزميات الحديثة العادية ولكن إن قمنا بتصميم جيد إليها سنحصل على خوارزميات سريعة جدا على سبيل المثال قد تكون خوارزمية بطيئة بحدداتها ولكنها لأنها ستستهلك القليل من الآتراتيشنز الآتراتيشنز قليلة وأيضا البوبوليشن سايز بوب سايز أيضا قليلة أي عدد حلول في كل آتراتيشن عدد صغير على سبيل المثال أربعة حلول أو عشرة حلول في كل آتراتيشن وعدد الآتراتيشنز على سبيل المثال عشرين آتراتيشنز وتصل إلى جواب جميل جدا 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 وتم تطبيقها أصلا في الكثير من المشاكل الهندسية على سبيل المثال هنا قمنا بعمل تهجين ما بين البيجوغرافي بيسد أوبتمايزيشن مع لينيار بروغرامنج وتم الحصول سأريكم هنا بعض الإجابات طبعا هذه في جورنال IEEE وطبعا حصلنا على حلول قوية جدا جدا على سبيل المثال هنا هذا نستطيع أن نراها على سبيل المثال في هنا مقارنة مع البيس بي اس أو فالبي اس أو استخدمت 5 بوبولايشنز أي البيبولايشن سايز 5 أي خمسة حلول وأيضا قمنا باستخدام نفس الحلول عدد الجنريشنز أو الآيتراشنز مئتين مئتين آيتراشنز أيضا بالنسبة للبيبي والعادية أي الحديثة ولكن من دون تهجين أيضا مئتين الأبجكتف كان ماذا 1.9 هنا أيضا 1.9 أفضل من البي اس أو قليلا أي فزنا على الخبار رزمية الموجودة في الرفرنس أو المصدر 39 ولكن عندما قمنا باستخدام الخبار رزمية المهجنة هذه الخبار رزمية المهجنة قمت بتصميمها أثناء عملي للماجستير وحصلنا على ماذا هذا هو الأبجكتف فلنتخيل 1.6616 بعدد آيتراشنز عشرة آيتراشنز فالسي بيو لأنها مهجنة بطيئة ولكن لأننا قمنا باستخدام 10 آيتراشنز رسلت على 0.25 أو 0.26 سيكنز بنفس المواصفات الكمبيوتر هنا على سبيل المثال مقارنة مع ماذا مع موديفايد بي اس او مع جنتيك ألغورثم جنتيك ألغورثم مع لينير بروغرامنج فحصلنا على جواب ماذا هنا بالبي بي او لينير بروغرامنج المهجنة هذا فقط 20 سيليوشنز في كل آيتراشنز وعدد الآيتراشنز أو الجنيريشنز فقط ثلاثهم وحصلنا على أفضل جواب طبعا هذه مقارنة مع أبحاث أخرى في جامعات كندية جامعات مثلا بعض المصادر ربما كانت تعتقد علماء من من إيران أعتقد أو ما شابه من الهند وأيضا من كندا فتم التغلب عليها وفي وقت قياسي جدا وأيضا هناك حلول أخرى لا أريد أن أتطرق إليه هنا ولكن أيضا مثلا هنا هنا أفضل حل فهذه من فوائد الخوارزميات المهجنة أيضا هذا القسم أو العلم زاخر جدا جدا بالأبحاث الجديدة وأيضا يتنبأ له بالصعود أكثر وأكثر وأكثر لأنه حديث جدا ويعطي نتائج مبهرة للغاية خصوصا في ظل دخوله مع التطبيقات الهندسية وتخصصات الدكال الاصطناعي فهذه بعض الفوائد الخاصة بالخوارزميات المهجنة في الدرس القادم سوف نتطرق إلى بعض العيوب الخاصة بالخوارزميات المهجنة شكرا لكم أعزائي ونبقاكم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة في أمان الله تعالى ترجمة نانسي قنقر